ايه تاني من المخالفات المنتشرة يا بش مهندس عندنا في مصر يمكن زي ما قلنا في فترة البنى العشوائي اللي كان حاصل غير زيادة الأدوار ايه تاني مخالفات المنتشرة نسبة بنائية نسبة بنائية دي مهمة جدا بمعنى اين وضع بمعنى اننا النهاردة اي عقار بيتبني كان زمان بيتبني على مية في المية من مساحة اجمالي الأرض لا هو النهاردة والسنين يعني اقصى حاجة 60% فيه اماكن فيها 30% فقط وده معدل امان قويس 30% بيتساب يعني ببني على سبعين يبني على 30 ويسيب سبعين يسيب سبعين اه ردود جانبية وخلفية وامامية للعقار يا بش مهندس شنودة ده فيه مناطق مش عايزة اقول اسميها ده فيها كوارس ده ده دي كوارس النهاردة انت النهاردة وصول مثلا اسعاف ولا مطافي هيحصل ازاي العقار النهاردة لو حصل فيه اي نوع من انواع التصدعات هيبدأ النهاردة يحصل فيه اصلاح ازاي هل فيه بيحصل اه بيحصل طبعا النهاردة عشان اقدر اقاوم هذا البناء لو حصل فيه اي تصدعات مع انه المفروض ما يحصلش هقدر احمي المبنى ده ازاي وهو مصمت من كل الاجناب وده اللي بنشوفه ان لو فيه عقار وقع وحصل له اي يعني شروخات العمير اللي جنبه متضررة كمه جدا وفيه صعوبة في وصول اصلا يعني فيه صعوبة ان انا انقذ ارواح جوه المبنى ده عشان تعصروا الوصول لهذا المبنى نقطة مهمة جدا انا وهي عدد فيه بعض الناس بتسوق الاستخدام ودي نقطة بنشير لها للناس اول ما يحصل مخالفة ان فيه حد مثلا بيشطب بيته فقرر ان هو يقصر في عمود اه او قصر او قمر وده اللي تقالي حصل في عقار اسكندرية ان انتحت بيتوسع المحل فشيلوا عمدان العمارة بكل سهولة ايه ازمة رهيبة جدا ومثلا مثلا عاوز اوسع مطبخ او طايلة مثلا فقرر ان هو يقصر في عمود ويقطع الحديد الخرصانة اللي موجود ده على ما يقولك لا ما تقلقش ده العمود ده مثلا اصلي فيه كذا سيخ غيره يا جاتح السيخ ده وعلى اللونج تير ما هو ده اللي بيحصل المبنى يبتده يتصدع ففيه نقطتين مهمين جدا اي حد في بيت وده اللي بالندي دلوقتي او في عقار او في عمارة او في محل يلاقي اي تصدعات من اي نوع لازم يبلغ فبيعرف ازاي ان فيه شقة مكسرة في عمود ولا ان فيه محل كسر في عمود ما انا كواحد رايح اشتري يعني هتشك او هتابع كل شقة عملت ايه تمام لا مش هتابع ده طبعا وانا مش هتابع ده طبعا وانا مش هتابع بجراني زي باشتينها بتقول دي صعوبة بالغة جدا بس فيه ميزة او فيه حاجة احنا بنحس بيها في البيوت ان الشغل اللي حاصل جنبي مش طبيعي هو هنا مرحلة سكوت الناس ان انا النهاردة مش عاوز اسوق من سمعة البيت بتاعي او العقار اللي انا ساكن فيه عشان خايف على السعر اللي موجود فبابتدي ما بلغش لا ده نقطة مهمة جدا اي تصعد دعات او شروخ في الحوائل تحس بيها مش طبعية او حتى طبعية اطمن اطمن عادي بجيب ناس بنزل على الحي بنزل على هيئة مجتمعات والله انا عندي كذا 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 على طول لازم الحي ياخد اجراءه بيتحرك وبينتدب مهندسين بيطلع بصت اه ده تصعد دعات طبعية جدا بيعرف اساس التصدع ده جاي منين فبينزل بيكشف على الاواعد بتاعت العمارة نفسها فيه اعمدة رئيسية دايما بتبقى موجودة في مداخل عماير لو فيه بيزمنت جراج بينزل يبص عليها الوجهات الاساسية بتاعت البيت اه لا انت ممكن تترمم يعاد ترميمها وعادي لا فيه فيه حاجة لازم نواجهها ونازم نعالج الموضوع ده بيشترك لازم نعرف شكرا